بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليعذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا لأن لهم أجرا حسنا ما جثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثائهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا فقالوا رخبنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آثانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتسية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلئة لولا يأتون عليهم بسرطان مين فمن أظلم ممن اخترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يهدل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في بلتهم أو يعيدوكم في بلتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخدن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبشر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واسلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوم بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُذِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنْ عَمَلاً أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَمٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا حُضْرًا مِنْ سُمْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَةُ مُرْتَفَقًا وَاطْرِبْ لَهُمَّةً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَعَفَقْنَاهُمَا بِنَخْرٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا إِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْنِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِنُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِبٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُشْبِحَ شَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاهُهَا غَرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأُعِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَشْبَعْ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءً فَأَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُتَسْرًا هُنَلِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرُضِ فَأَشْفَعَ شِيمًا تَذْرُوهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُتَتَذِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائلة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وموذرين ويجادل الذين كفروق الباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أوذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البهر عجبا قال ذلك ما كنا نبقى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لم نستطيع معي شبرا وكيف تشبر على ما لم تحق به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صافرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغنق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي شبرا قال 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 لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقياه لاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عدرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غشبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى إذا بلغ مورب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تضلو على قوم وجدها تضلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أعطنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن ينهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله لكا وكان وعد ربي حقا قطرا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر إدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرف لعبادة ربه أحدا